الفقرة ساحبتها في معلومة ندخل على الفقرة التانية على طول وهي فقرة اسأل مع دكتور نورة فيه متسألة بقالها فترة وكذا حد بصراحة ازاي اتعامل مع الزوج البخيل يا جماعة الزوج البخيل ده يعني لو انتي في الخطوبة اكتشفت بعض العلامات متمكن مليش ده العيب الوحيد اللي في الشخصية اللي لايمكن يخبيه فاحبه يعني فيه صورة معبرة دلوقتي المفروض هتبقى على الشاشة ان الفلوس هنا او الفلوس متكلبشة معاه بكلبش وهو ماسكها كده ومش عايز يصرف بنتبقى له الفلوس يعني الصورة زي ما حضراتكو شايفين كده بالظبط يعني صورة معبرة جدا عن الوضع بتاع الزوج البخيل طيب البخيل بيكون بخيل في المشاعر بخيل في الاموال على الاولاد وللأسف الشديد في بعض الاسر بيكلموني وبيشتكوا الاولاد ابتدت تمدق ديها يعني تمدق ديها في ايه؟ تسرق من الاب وهم عارفين معاه فلوس والكلام ده او يجدبوا عليه عشان ياخدوا فلوس او اي حاجة من السلوكيات الغير لائقة جدا جدا بسبب البخل بتاع الزوج او الاب تحديدا في العيلة طيب ازاي الزوجة تتعاون او تتعامل مع هذا الرجل علشان خاطر تكمل حياتها معاه لو هي ما عندهاش مورد رزق غيره يعني احنا بنتكلم كده بصراحة يعني احنا بنتكلم يعني فيه ستات بيوت ما عندهاش وظيفة فبالتالي تقولك انا مضطرة استحمل عشان الاولاد وعشاني لاني مليش مصدر مالي تاني طيب اول حاجة لازم تسبري انا بقول لحضرتك سبري لان حضرتك خلاص انت في وسط البحر دلوقتي ايه جوزت يعني وعندك اولاد فلازم بقولك سبري يمكن تغيير هذا الرجل لا يمكن تغييره بس في بعض السلوكيات لو عملتيها ان شاء الله باذن الله هتحصلي على الاموال اللي انت عايزيها بقدر برضو طيب يعني اول حاجة خالص بعد ما صبرت عليه بس لازم تكوني متفألة متفألة يعني مش هتغيري لا بس هناخد الفلوس بطريقة فيها زكاء طيب اشتغلي على نفسيته الاول يعني ايه الرجل ده بيكون اصلا الرجل البخيل اصلا بيكون متربي في بيئة مليانة حرمان حرمان مادي او عاطفي او الكلام ده كله فبيطلع بهذا الشكل خايف على الفلوس تتصرف الفلوس عنده بالنسبة له رأس مال اه اوكي مخليها للظروف بس كمان ما بيطلعش فلوس يعني عادي كده طيب يعني اشتغلي على نفسيته على قد ما تقدري حافظي على نفسيته وبلاش يا بنات وياستات تقولي له انت بخيل ده انت الناس كلها عارف انك بخيل الصفة دي للأسف يعني هتتحول بالسالب عليك وعالولاد الحقيقة يعني حاجة هتبقى في حقك فيما بعد فعلا مش هتطولي منه ولا مليم فعلا فعلا يعني اه معانا مدخلة اهلا وسهلا استاذة اماني تفضلي حضرتك انا كنت عاوزة طال يعني او لو انا عاوزة ندهون الجسم كلها يعني مش منطقة معينة ماشي اتعلم عايزة خس عايزة خسي طيب ما هو فيه تفاصيل لازم استألك عليه طيب انا بستأذنك ما انا مش معلش انا بستأذنك انا هكلمك بعد الحلقة او كلميني بعد الحلقة ما تخلص على طول خلاص؟ هرد عليك الرقم مع الشاشة حضرتك تكلميني بعد الحلقة ما تخلص عشان اقدر اسألك على اسئلة انا يعني تفاصيل لي انا عشان اقولك تعمل ايه طيب خلينا تاني مع الزوج البخيل الزوجة لازم متزمش فيه ومتزمش فيه لأهله متزمش فيه للجران متزمش فيه متزمش فيه لنفسه ولا قدام الولاد ده انت مجوعنا انت بالراحة كده تعتبره يعني او تتكلم معاه بقى بما انه خلاص هي في الامر الواقع تتعامل معه الراجل ده مشاعريا الراجل ده عنده نقص فيه مشاعره والفلوس عنده رقم واحد بالراحة كده فيه ستات وفيه اقتراحات وفيه علماء النفس يقولوا طيب حطيه قدام الامر الواقع ويدفع لو دفع مرة مش هيدفع التانية يعني مجيش فجأة لا والله انا عايزة مثلا 500 جنيه دلوقتي الراجل ده مش بتاعه انصر مفاجأة ده لازم يحسبها قبل واثناء وبعد يعني لو جتي فجأتي مرة مش هتعرفي تعمليها معه تاني فما فيش حد يستخدم زكاؤه مع هذا الراجل بشكل يعني يدايق او بشكل يقلقه او يزعجه لانه ده ينعكس عليكي بطريقة مش هتحبيها خلاص كده طبعا طول الوقت حاسسين انت محتجاله حاسسين هو الدعم واستند لكي ولا الاولاد خلي الاولاد تحترموا ما تخليش الاولاد تبصله طول ما الاولاد بتكبر تبارك الله هيبصوا للأب انه رجل بخيل ورجل يعني فلا احنا مش عايزين نقول كده ولا تتكلمي عليه مع الولاد وتقول لهم عليه حاجات مش كويسة علشان خاطر ما تنميش العداء بينه وبين الاولاد بشكل غير مباشر او العداء بينه بين الولاد نفسه وبينه خلاص كده وركزي على استفات الحلوة اللي فيه ودايما فقري بيها انت جدع انت شهم انت بصراحة بتسندنا لما بنحتاجك في حاجات الحاجات دي كلها وطول الوقت بقى طول الوقت وان شاء الله باذن الله يمكن يحصل تغيير ولكن يعني بالنسبة البنات اللي في الخطوبة او لسه بتتخطب او لسه حد بيتقدم لها من فضلك لو لقيت الصفات الصفات اللي انا هقولي عليها دلوقتي في الرجل اللي بيتقدم ده ما توفقش بيه لان ده بخيل اول حاجة بيسأل على مرتبك كام اه وهو لما يتسئل عن مرتبه مش هيجاوبك هيقضي يسوف انا مش معايا فلوس انا مش معايا يجيب مش معايا مش معايا وهو عكس اللي بيبديه تماما تمام كده وانت هتشوفي بنفسك لما تسأله عليه هتلاقيه رجل غني وهتلاقيه او معقول او متوسط يعني حياته ماشية مش بالشكل اللي بيصورها لكم انه جاي كأنه جاي بيستعطى يعني مش بيتجاوز يعني جاي بيمدي ايده والحقيقة للمساعدات بدل ما ييجي يفتح بيت كرجل يعني دولة العلامتين الاساسيين خلاص يعني خلي بالكم البنات تخلي بالها كويس لان الصفة دي مهما خبها لازم تظهر في مواقف من المواقف معانا مدخلة اهلا وسهلا استاذاني ياسمين افضل مرسي قوي عاود الاتصال بينا طيب نطلع فاصل بسرعة ونرجع لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة